من باب تتمة المقدمة اللي أجرنا إليها أنا كنت أعزائي في كربلة ودرسي كان في النجف ويا ليت أن أعلام أساتذتي كسيد الشهيد كسيد الخوئي لو كان بالإمكان واحد يسألهم يشوفون يسألهم بأنه إحنا كم يوم تغيبنا عن الدرس أنا كنت أروح من كربلة إلى ثمانية وسبعين كيلومتر فذلك الوقت الآن ما أدري المسافة فأشقال صيارة بين كربلة والنجف وبكل ذيك الصعوبات لأنه ذاك الوقت مولانا ما موجود هذا الآن تعالوا أركب سيارة وكذا وحقك كانت باصات أكو إحنا نوقف مولانا مئة نفر مئتيين نفر من يجي الباص مولانا بالمعارك حتى نصعد شنو بالباص ومو مر ومرتين مولانا أن هاي عمامتنا أحنا وما أعرف ما أشد عمامه مولانا أحنا متقبعين بالعباية هالشكل إلى واصلين مولانا حتى نشدوننا اللي عمامتنا البحث في المثابرة أعزائي وليس في أصل الدرس درس كنا نحضر يا شيخ الأستاذ شيخ جوادي آموا لي الله يطيل في عمره كان عندنا الطلاب صباحا أم كان درس ساعة بالسبعة سبعة ونصف كنا على ثقة مجموعة من الأساتذة أساتذة الجامعة كانوا من طهران صباحا يوميا يأتون من طهران لحضور الدرس سبعة ونصف صباحا تقول لي بيش يطلع من طهران أقول بليه طالب العلم بليه هذا ولذا ضعوا برنامج لأنفسكم أعزائي برنامج المثابرة برنامج المثابرة هو الذي ينتج وإلا شنو تقدرون توجهولي أنه الدخولي إلى الحوزات العلمية عندنا بمئات الآلاف صحي له لا أما في كل قرن أو شوية أقل خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة كم مرجع ومحقق يخرجون من هذه المئات الآلاف أربعة ثلاثة خمسة وين الإشكال الإشكالية وين يعني بس هذول أبدا لا هذول كان أهل المثابرة أهل جد أهل اجتهاد سيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه صاحب المستمسك في أيام اللي كان تحصيله كان يقول هذا المعنى يقول بأنه أنا الليالي كنت ما أنام وناقل الله عزه الليالي كنت ما أنام ولكنه ليالي باردة كانت فأمامي منقلة عرفت شون وكتاب أمامي للمطالعة فمن خال إيدي بطريقة إذا نعست له غفويت هذه إيدي وانتقع في المنقلة فأحترق أفزم مكان عند ذلك يصير كتاب شنو مستمسك يصير تعالوا وضعوا برنامج وقتها معتكم أعزائي لا يتبادل واحد يقول باب فاتنا القطار لا أبدا الوقت موجود ولكن برنامج مثابرة اطمئنه وقت السفر يجي وقت الراحة يجي وقت الذهاب والإياب يجي وقت القعدات الاجتماعية والسهرات الليلية اللي ما معلوم فيها كيف يعصى الله الآن هاي الفترة اللي يعدكم خمسطعة سنة عشرين سنة اللي قدرة على المطالعة وقدرة على التحصيل وقدرة على الجد والاجتهاد هذه لتضيعها تعالوا معنا أعزائي إلى درسنا